موسيقى أهلا بكم دراسات عدة أشارت إلى ارتفاع حاد في نسب الأمراض النفسية بسبب الضغوط المتراكمة أثناء فترة الإغلاق والحجر المنزلي بسبب جائحة كورونا فما نتج عن الجائحة من ظواهر مثل القلق، التوتر، المشكلات المادية والاقتصادية قد تشكل خطرا حقيقيا على صحة الإنسان النفسية هكذا قيل من تلك الدراسات دراسة أردنية أجرتها مجموعة أطباء القلب الأردنيين للأبحاث والدراسات نشرت نتائجها مؤخرا في المجلة الدولية لأمراض القلب قالت إن الضغوط النفسية بسبب جائحة كورونا من غير المصابين بالفيروس قد تؤدي إلى جلطة قلبية هذا وجه للوباء وللوباء وجه أخرى حلقة اليوم من جلسة علنية نبحثها مع الباحث الرئيس في مجموعة أطباء القلب الأردنيين للأبحاث والدراسات الدراسات الدكتور أيمن حمودي أهلا بك دكتور والمستشارة النفسية والطبيبة النفسية والإدمان الدكتورة نسرين الدباس أهلا بك دكتورة وأستاذة علم الاجتماع في الجامعة الأردنية ورئيسة مركز دراسات المرأة أيضا في الجامعة الأردنية الدكتورة ميسون لعتوم أهلا بك دكتورة وأهلا بكم جمهور وضيوف برنامج جلسة علنية ونبدأ الحوار مباشرة مع الدكتور أيمن حمودي دكتور أيمن بداية كيف تم التفكير في هذه الدراسة من هو الفريق ما هي النتائج التي توصلتم إليها وربما هذا هو المهم تفضل دكتور هذه الدراسة إحنا فكرنا فيها إذا بتطلع على الأدب العلمي لنشر أمراض أو دراسات عن الكوفيد ناينتين الكورونا مئات الدراسات تنشر يوميا كان لابد من الأردن نحط اسمه على الخارطة العالمية إحنا والحمد لله في ظرف ثلاث أشهر جمعنا ألف حالة فصعب أنك تحكي عن ألف حالة مقارنة مع عشرات الآلاف ومئات الآلاف في البلدان الثانية إحنا انتبهنا للـ 11 مليون أردني ما عدا الألف المصاب صرنا نشوف أنه بعض الناس عندهم ضغوطات نفسية فقد عملوا وظيفته راحت منه دخل وخاف ناس صار عندهم وحدة ألم من الخاف أنه يطلع يتعالج فلاحظنا أنه بعض الناس هدول ممكن يصيبوا آلام صدرية ويتناساها وفي الأخير تبين عنده جلطة قلبية كل الدراسات اللي نشرت عن هذا الموضوع في العالم تركزت عن نقطة واحدة الكوفيد في الناس اللي ما عندهم المرض بعملوا شوية أرق أو قلق أو ضعف بالنوم أو اضطراب في النوم لكن ولا دراسة عالمية أبينت أنه ممكن هذا القلق أو الاضطراب يوصل لمرحلة الجلطة القلبية فمن هنا أجد فكرة الانتباه لها الظاهرة والتقاطها ونشرها باسم الأردن إذن كورونا سبب مباشر من أسباب الجلطة لغير المصابين يعني نريد شرح أكثر تفاصيل أكثر كيف التقدتم أنتم كطباء أردنيين لأول مرة في العالم كيف التقدتم الفكرة حددتم النتائج إحنا عملنا دراسة من حوالي 11 سنة على ألف أردني عنده جلطة وسألناهم إيش اللي عمل لك الجلطة إذا كان في سبب في العالم كله إذا بتجيب 100 شخص من أي بلد عنده جلطة بتشوف 20% فقط بحكي لك أنا زعلت عصبت نرفزت عملت جهد كبير فهذه الدراسة وجدنا أنه 4 من 10 يعني ضعف الرقم العالمي كان الغضب أكثر سبب يعني الأردني لما يغضب للأسف شوية بعصب وبتزيد درجة الغضب لدرجة الجلطة فحنا التقطنا علامة أنه المرضى اللي عمالهم بيجوا على المستشفيات بجلطة قلبية في العالم وفي الأردن عددهم أقل ما في مرضى فصاروا الناس يسألوا وين مرضى الجلطات وين مرضى الروماتيزم وين أمراض المرارة وين أمراض الزايدة ما فيه الناس بتخاف تروح على المستشفى صارت فحكينا لابد أنه فيه خوف لدرجة بعيدة جدا بحيث أنه المريض اللي كان يجي بالجلطة من أول يعني نستغرب أنه بطل يجي اليوم على المستشفى طب المرض ما راح المرض موجود معنا فصار أي مريض أول مريض أجا نسأله شو ما لك يحكي لك أنا مثلا أنا في الأردن وزوجتي سافرت على تركيا وما رجعتش من الكتر الغضب والزعل والوحدة صابني جلطة طبيب آخر معروف في البلد ما عنده شغل شعر بالغضب انجلط واحدة تانية في الأردن كل أحفادها في برة لحالها شعرت بالغضب والزعل والوحدة صابها جلطة فحكينا خلينا نعملها دراسة على شكل منطقي وعلى شكل منظم بحيث أنه نجمعهم وبالفعل طلعنا 55 مريض عندهم جلطة قلبية ولا نزال نجمع نحن عندنا الآن اليوم جمعنا المريض رقم 99 فلسا مع أنه الوضع عندنا أحسن والوضع ممتاز جدا مقارنة مع الدول الأخرى لكن لا يزال بعض الناس يشعروا بالخوف والقلق والوحدة فلابد أنه نلتقط هاي الإشارة عند أي ختيار عندنا في البيت أي شخص بحكي لك أنا حاسس بالوحدة بالخوف ما تحكي له أنت بتتدلع أنت يلا يخذ لك حبة أسبرك لا أنت بهلها قد تكون هاي بداية لقصة مزعجة أشكرك دكتور عينة الدراسة إذن 55 الآن وصلوا إلى 99 أثبتت بأنه من غير المصابين بكورونا قد تؤدي إلى الجلطات الدكتورة نسرين يعني كورونا بسبب جلطات قلبية بسبب الضغوط النفسية بطبيعة الحال التوتر القلق مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية في شهر أذار الماضي في دراسة استطلاعية 66% من الأردنيين يعانوا من حال التوتر وضغوط نفسية بسبب كورونا أكثر من ثلث الأردنيين بسبب الحجر إذن هذه مشكلة كبيرة إلى أين سينضي هؤلاء؟ صحيح هناك نسبة كبيرة من الأردنيين شعروا بالخوف والألاء والوحدة والاكتئاب خلال الجائحة وخلال فترة الحضر بس بدنا نخلي في بالنا أنه هلأ هاي الأعداد ممكن ترتفع ممكن هاي الأرقام تزيد وتبين على شكل اضطرابات نفسية على القلق العام والاكتئاب حتى متوقع حالات الانتحار تزيد ليش؟ لأنه هلأ فعليا رح يبين اللعبة الاقتصادي اللي نتج عن الوباء هلأ رح تتوضح أكتر أمور العمل مين قدر يضلب شغله؟ مين ما قدر يحافظ على وظيفته؟ فمع البطالة الفقر هاي كلها عوامل مدروسة من زمان ومعروف إنها بتأدي لإطرابات القلق والاكتئاب وغيرها عشان هيك هاي الأرقام يمكن لسه مبدئية ممكن تكون أعلى من هيك بكتير بس شوف كل ما كان الوعي بالنسبة لهاي الأمور للشعب وللمواطن أكتر بيقدر يبحث عن المساعدة بطريقة أفضل وبوقت مبكر أكتر بحيث إنه ما تتفاقم الأمور وتخرج عن السيطرة لو أعملنا مقارنة في الأعداد ما بين نسب المراجعين يعني لا أعرف إذا يوجد نسب دقيقة بالمناسبة علمية أو لا لكن من خلال مشاهداتك الشخصية نسب المراجعين للعيادة قبل كورونا خلال كورونا في الفترة الحالية كيف كان المؤشر؟ خلال فترة كورونا كنا نشوف صراحة الحالات الطارئة كنا نقدم استشارات عبر السوشيال ميديا فكانت أغلب الحالات يعني حالات قلق حاد واكتئاب شديد في ناس الحالات الثانية الطارئة اللي هي الأشخاص اللي تعرضوا لانتكاسة خلال فترة الكورونا ممكن ما قدروا يحصلوا على الدواء تبعهم ممكن ما قدروا يشوفوا الطبيب تبعهم بس الفترة اللي يعني في هيك أسبوعين ثلاثة لما كانت لسه الأمور مش كتير واضحة وين الجائحة أصبحت عنا في البلد هاي كانت فترة نحكي هدوء تقريبا بالعيادات كانت الناس تيجي يعني نحكي بس للضرورة القصوى هلأ لما صار فيه نحكي أمان أكتر المواطن صار يطلع أكتر بحرية أو باتمئنان أكتر صرنا نشوف الأعداد يعني عم بتزيد يوم بعد يوم حتى نوعية الاضطرابات اللي عم نشوفها هلأ بتختلف عن اللي كنا نشوفها قبل الحجر المرضى اللي كانوا يعانوا من الإدمان خلال فترة الحجر فيه اللي فجأة قطع وصارت تصيبوا حالة انسحاب حادة من الجسم في مرضى الفصام اللي صابتهم انتكاسات حادة لأنه ما كانوا يقدروا يأخذوا إيبرهم الشهرية أو الأدوية واضطرابات الوسواس القهري والقلق برضه في يعني عداد زايدة عن المعتاد مع الأيام أتوقع زي ما حكيت اضطرابات الاكتئاب والقلق هي اللي رح تكون الأغلبية اللي رح نشوفها شكرا دكتورة نسرين دكتورة ميسون يعني الدكتورة نسرين والدكتورة أيمن تحدثوا عن وجه واحد لكورونا وهو الوجه المخيف ربما ألم يكن لكورونا وجوه أخرى يعني إيجابيات يعني أنا أجد أن كورونا كان له إيجابيات إلى جانب يعني العديد من السلبيات ربما كان يعني أبرز هذه الإيجابيات هي يعني على الأقل العودة إلى النفس ومراجعة النفس وربما التفرغ لأعمال لم نكن نجد لها وقتا في السابق وإنجازها وربما كانت هذه متاحة لطبقة معينة أو لفئة معينة فقط يعني ليس لكل الناس ربما ساهمت كورونا في أن يعني أنا بسميها محو الأمي الإلكتروني يعني نحن كأساتذة وكطلاب كان يعني كنا نعاني من نوع من الحاجز النفسي بيننا وبين وسائل التواصل وربما الوسائل التي تستخدم في التدريس يعني ربما هذه الجائحة أجبرتنا على أن ندخل وندخل بقوة على هذا ونكسر هذا الحاجز ربما أيضا من حسنات كورونا ربما كان أنها كشفت عن يعني هشاشة الأنظم السياسية وهشاشة المؤسسات الاجتماعية يعني ربما لم تتعرى مؤسسات كمؤسسة المستشفى أو مؤسسة المدرسة في دول عظمى وقوية إلا عبر هذه الأزمة وبالتالي هذا أدى إلى يعني مراجعة يعني ربما مراجعة السياسيين ومراجعة صناع القرار لما يجب أن يكون عليه الحال يعني هذه الدول يعني اكتشفت أنها مغطاة بقناع زائف من القوة يعني كشفته أو كشفه كورونا وأنا أعتقد أن هذه إيجابية دكتور ميسور ربما نتحدث عن هذا الجانب خلال حوار مع الضيوف والجمهور في شكل علاقة ما بين الحكومة أو الدولة والمواطن لكن أنا هنا طالما نتحدث عن مظاهر تخص المواطن الإنسان بشكل عام يعني كورونا أعادت ربما تشكيل الصلاة الاجتماعية بين البشر تباعد اجتماعي عادات تقاليد يا ترى هل هذه العادات والتقاليد وعادة تشكيل الصلاة الاجتماعية كيف نقرأها ضمن أي متغير يعني أنا أجد أنه يجب الحذر في أن نقول أن حدث تغير اجتماعي التغير الاجتماعي لا يحدث بين ليلة وضحة التغير الاجتماعي يأخذ ربما عقود وقرون حتى نلمس أنه فعلا صار تغير اجتماعي وليست جائحة مدتها شهور أو سنة ربما يمكن أن تحدث هذا التغير الاجتماعي ربما تخلخل في بعض العلاقات أو بعض البنى لكن التغير الاجتماعي بمعناه العميق أعتقد أنها أنا أعتقد أن كورونا وربما معظم الأزمات التي يعانيها البشر كالحروب والأمراض والكوارث الطبيعية هذه تعيد إنتاج العلاقة بطريقة أخرى يعني الصلاة الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية لم تختفي ولم تتغير وإنما أخذت وجها جديدا يعني في الوقت الذي انقطعت فيه أنا جسديا ويعني بعت خلينا نحكي فيزيائيا عن الناس أنا اقتربت منهم أكثر من خلال وسائل التواصل الاجتماعي شكرا لك دكتورة ميسون اسمحوا ضيوف البرنامج أن نذهب إلى فاصل قصير ونعود إليكم في حوار مع جمهور برنامج جلسة علنية فاصل قصير ونعود إليكم أهلا بكم من جديد في الجزء الثاني من جلسة علنية نبحث فيها الأثار النفسية لكورونا الآن سأذهب إلى جمهور وضيوف برنامج جلسة علنية لنأخذ ملاحظات أراؤهم تجاربهم الخاصة كيف أثر عليهم كورونا يعني هنا ربما معي في البرنامج والدة وحفيدة وجدة كانت لهم ظروفهم الخاصة خلال فترة كورونا تفضلي نتعرف باسمك أولا ونريد أن تحدثينا عن كيف عشتي هذه الحقبة التاريخية أنا عزيز السواحرة أم لطفلة عندها متلازمة داون اسمها ملاك الدسيد ملاك عمرها عشر سنين ملاك ما قبل الكورونا كانت طفلة ناشطة مجتهدة تذهب إلى المدرسة لها علاجات طبيعي وعلاج وظيفي حصص نطق فكانت كثير دائما بر البيت فمن لما صار كورونا اضطرنا أن نظلنا في الحضر داخل البيت فهذا العمل عكسي على ملاك أخرها أكاديميا أخرها في حصصها النطق والعلاج الوظيفي والعلاج الطبيعي فأنا في دوري بالبيت كأم حاولت أني أعوضها جبت لها معلمة على البيت تعطيها الحصص سأخليها تساعدني بشغل البيت خليتها تطبخ معي حتى أنه ما تضل البنت في مرحلة اكتئاب أو تصل للاكتئاب تشتغل في البيت نجتمع مع بعض كأسرة واحدة نسمع ملاك أنت يا ملاك شو اللي دايئك شو اللي أزعجك شو بدك نشاركها في كل إشي موجود معنا بالبيت فهونا بلشت ملاك يعني إشي بسيط أنه تطلع من المرحلة هاي فكانت تبكي بدها تطلع برا كنت أطلع شوي على سطوح البيت أتمشي أنا وياها أو نطلع برا على البرندة نمشي أنا وياها شوي صراحة أنه كنت أحيانا أقف عاجزة أمامها ما بعرف شو بدي أعمل مع طفلة عندها احتياجات خاصة بتفهم إنه في كورونا برا بس ما عم تستوعب شو خطر كورونا عليها هاي مشكلة يعني دكتورة نسرين هلا يبدو أنه السيد هنا حددت المشكلة ووجدت لها حلول هل ما ذهبت إليه السيد هنا يتوافق مع العلاج النفسي ربما لمثل ظاهرة ملاك هلا الأشياء أو الأنشطة اللي قامت فيها الوالدة مع ملاك بالعكس بمحلها يعني هي حاولت تقضي وقت أكتر معاها جوا البيت حاولت إنها حتى أكاديمياً تظلها متواصلة على أساس إنه أي إشي كانت مكتسبيته ما تخسره يعني لو ما بدنا نكون فيه تقدم عليه لما نخسر اللي تعلمنا قبل الحضر وحتى بمجرد إنها شاركتها المهام بالبيت هاي برضه يعني بيخلق نوع من النشاط التسلية بيكسر الروتين وكتير في ناس عنه من هذه الظاهرة بالذات مع الأطفال الأطفال عندهم نشاط متعودين على روتين معين صعب إنه فجأة أطفال مش داماً بيدركوا شو اللي عم بيصير بالعالم الخارجي إنه نقطع أو نغير روتينهم فجأة بيوم وليلة فإحنا كنا ننصح بهيك أشياء إنه نحاول نشركهم معنا نحاول نفهمهم بقدر الإمكان شو الوضع اللي عم بيصير بره ونعطيهم أمل وما نقول لهم الخوف اللي عنا بالنسبة للجائحة عظيم إذن هي نجحت في التعامل مع ملاك لكن أنت كوضع نفسي وصحي لديك ملاك كيف عشت هذه الظروف أنا يعني يمكن وصلت لمرحلة الاكتئاب إلا شوي يعني كوني أنا كنت دايماً بره مع ملاك بالنشاطات ففجأة إنه ممنوع تطلعي بره كانت زوجي وابني الكبير منعيني نهائياً من فتحة الباب بره خوفاً علي في يوم خليتهم بصراحة خلص يعني وصلت فيي إني أبكي وخصيصاً عندي طفل احتياجات خاصة الضغطات أكثر علي فخليتهم نيمين خططت لشي خليتهم نيمين الصبح بدري وصحيت قبليهم كلهم أخدت مفتاح السيارة وعملت جولة من الحي الحي تبعنا رجعت على البيت كانت نفسيتي يعني 70% أحسن فكان كثير علي ضغوطات من البيت من الأسرة من ملاك من بعدي عن أمي فكان فعلا يعني ضغط نفسي كبير يعني كم هائل هي خرجت حتى تخرج من الأزمة تخرج من الأزمة هي اخترقت القانون أنا أجاوب من جهة القلب يعني لأنني أخي لك البروفايل اللي حكته هي السيد الوحيد اللي هي أصغر وحدة كان معدل عمر احنا بالمناسبة 63 سنة اللي هو أصغر بسبع سنين من معدل العام للجلطات في الأردن وكان في ناس كتير تسعينات وتمانينات أصغر سيد كان عمرها 45 سنة وكان سبب الجلطة اللي هو ولادها الأربع عندها عندهم امتحانات أونلاين هاد هاد درسه هاد أقعد هاد إجلس هاد وين رحت هاد فهي من كتر الضغط اللي سبب وجود الأربعة هي عملت صف في البيت صار عندها جلطة فممكن وما كان عندها لا ضغط ولا سكر ولا كوليسترول ولا كانت تدخن فإحنا بدنا مهم جدا ما نوصل لمرحلة حتى في الإنسان الطبيعي مع أنهم ندرة الجلطة بتصيب إنسان مستعد في 99% من الحالات يا شباب لكن هالواحد في المية ما بدنا يكون شخص صغير بالعمر ووصل معه مرحلة الخوف أو الغضب أو الزعل أو النرفزة لجلطة لا سمح الله شكرا دكتور أيمن أنا سأذهب إلى الوالد الآن كيف عشتي فترة كورونا خلال فترة الحضر كيف أثر عليك علاقتك مع بنتك وحفيدتك أول ما بدأت الكورونا وكاعة انكسرت ولكن أنا الحمد لله معايا ثلاث بنات وأربع ولاد يعني الولاد الثلاثة بقدر سأسوفهم ولا بقدر يسوفوني بناتي الثلاثة ما بقدرني سيديني أنا ما بقدر سأروع عليهم فصار معايا يعني ضغط ضغط ما بقدر أروح ولا بقدر إيدي الحمد لله كعادة بعد بسهر وأنا محصورة فعودت ورحت ودوني على المستشفى فكوا الجفصين عن إيدي وصرت أحسن يعني حار لكيدي وصرت أروع على المستشفى من شان الهساسي عندي هساسي فصاروا يجبوا للدواء الشهري المستشفى كانت مرتبني في المستشفى الممرضة يجيب للدواء الشهري وأنا أظن محصورة في البيت لا بقدر أروح ولا بقدر إيدي والحمد لله رب العالمين استمرت في هذا الوضع كيف خالتي كنت تقضي وقتك يعني في أطباء مختصين بقولوا أنه ممكن الواحد يخرج من الحالي هاي بالاتصال عبر التليفون مع العقارب مع الأحباب افتقدت بالفترة هاي لملك كنت تشوفيها كثير ما كنت تشوفها تلحكي معاي تليفون ملك ملك وإمها يحكين معاي تليفون ولكن أني عندي بنت في كفرنجة ما كنت أقدر أصنها ولا هي تقدر تصني يعني لها ثلث سهور ما شفتها فشو بدأ يعني أغسر من هال الوضع هذا وضع صعيد اي الحمد لله هاياتو رفعوا الحضر جزئيا ملك تحبي تحبي تحكي إشي هاتي تنشوف نسمع ملك شو بدها تقول احكي يا ملك أنا أسمي ملك سامان أسيد أنا حبي ماما حمديني ماما حبيبتي وماما عم بخل مقاها وماما روح للمدرساتها ورحنا فوكس عزدي ورحنا حرامي ورحنا تفتع اشتكت للمبرسة ماراك؟ اه حبيبتي طيب دكتورة ميسون حالة متلازمة داو أو طيف التوحد معنا حالة هلا اجتماعيا كيف ممكن نتعاطى معهم بمثل هذه الظروف؟ فئة واسعة من المجتمع بالمناسبة هم في الأردن بزيدوا عن مليون واربعمائة ألف تقريبا مليون ونصف أردن المجتمع قائم بحد ذاته نحن دائما كسوسيولوجيين نقول أن الأزمات لا تصنع المشاكل وإنما تكشفها وأزمة كورونا جاءت لتكشف حالة من اللاعدال الاجتماعي أو حالة اللا مساوى الاجتماعي والتي حدث معنا كنساء أننا بالأساس نعاني من لاعدالة في تقسيم العمل تقع على المرأة أعباء المنزل وربما هي مرأة عاملة وبالتالي أعباء العمل وأعباء إضافية رعائية من خلال رعاية الكبار في السن أو رعاية الأطفال زاد على ذلك أن النساء في هذه الأزمة أخذت دور المدرسة يعني أصبحت الأم هي التي تقوم بالتعليم وتتواصل مع المدرسة وأنا أعرف كثير من النساء هم اللي كانوا يمتحنوا يعني هي كانت تدرس وتمتحن عن الصغار يعني الحالة التي حدثت أن الرجال عادوا إلى المنزل وعاد الأبناء فوق أن النساء تعاني من لاعدالة في تقسيم العمل يعني زادت هذه الأعباء أعباء إضافية وهذا أدى ليس فقط إلى الإشكاليات النفسية وإنما أيضا إلى العنف وهذا موضوع بحد ذاته سنتحدث بلاحقا شكرا دكتورة هنا شوف تفضل أول شي نتعرف فيك وحكي لنا كيف حقبة كورونا هاي كيف عشتك شاب السلام عليكم يزن العمري ثمانية ثلاثين سنة بالنسبة لجائحة كورونا بصراحة أنا يعني شغلي واحد صارت معي بكورونا وهي سببها كورونا يعني ما بدي يكون سبب ثاني لأنه أنا موظف في مطعم وبسلم 750 دينار ففجأة من شغل وراتب لقعدي بالبيت بدون راتب الآن هون اتطورت المشاكل أنه في أعباء كهرباء مي أطفال بيت فصار عندي أنا أنه انفصلت من زوجتي من جراء الوضع هذا والحمد لله على كل شيء ولكن يعني لسه سنين لقدام إن شاء الله بحاول الإنسان أنه يصلح اللي انكسر فيه إن شاء الله دقيقة شوي انفصلت عن زوجتك انفصلت يعني أنت تعيد الأمر لما نجم عن كورونا يعني بطلت تشتغل وبالتالي بطل يكون في دخل يعني هو بشكل عام الإنسان بس يكون موظف يعني أنا كموظف كنت أطلع الساعة ثمانية الصبح أرجع على البيت الساعة ستة مساء خلص روتين معروف أربع سنوات وأنا على الروتين أمور معروفة معروف أنه آخر شهر أنا بقدر أسد التزاماتي لسين سين لكل الناس أمور تمام ماشي مئة بالمية إذا زوجتي أنا طلبت مني لو خبز أني أقدر أشتري خبز بس في فترة أنا ثلاث شهور ومن المناطق اللي نعزلنا نحن فكان ما تقدر تطلع من البيت بالثلاث شهور وبالثلاث شهور هذولا أنا سببت مشاكل بزيادة أنه أنا بدي بس ما بقدر أطلع أجي ما بقدر أروح أشتغل ما بقدر أروح ما بقدر أجي سيارة تنحجز بنحط بالسجن بصير فوق العبئ عبئ ثاني فهنا صارت تولدت عندنا الشغل هاية وقدر الله ما شاء أفعل طيب الحمد لله أنت انفصلت عن زوجتك نعم انفصلت خلال فترة كورونا ولا كان في خلافات سابقة على كورونا وبالتالي عمقتها تداعيات كورونا شوف ما في بيت بخلم المشاكل عظيم تمام ولكن في مشاكل مع الزوجة تنتهي بلحظات في مشاكل مع الزوجة تنتهي بساعات وفي بأي يوم في بسنين يعني هي في فترة كورونا انمدت لسنين لأنه أنا انقطعت من عملي الآن بدي أبحث عن عمل جديد لحتى ما ألاقي العمل وأرجع أشتغل وأعيش حياتي من جيد حاولت تناقش تقنعها إنه هاي الظروف هيكة اللي إحنا بنعيش فيها وبالتالي المفروض إنها تتحمل هل حاولت الآن بتحاول إنه ترجعها أو طريقة للمصالحة أنا بدفع عمري وأرجعها بس يا جماعة يعني هل يعقل بأنه كورونا شكل هذا الشرخ في بنية المجتمع الأردني بدنا نتأكد أنه الطرفين قبل ما ينفصلوا أنه ما في واحد فيهم دخل بمرض أو اضطراب نفسي ممكن خلاه يتسرع أو تزيد من الاحتكاك أو المشاكل لأنه إذا كان في اضطراب هذا حله مش الانفصال وأنه محل ممكن العلاج وبالتالي التوجه كامل ممكن يختلف وإن شاء الله يعني يعني العلاج يبدو أنه الأسباب أسباب اقتصادية أسباب اقتصادية يعني إذا ما حلت يبدو الدكتورة ميسون عندها رأيك هذه النقطة مرة أخرى يعني أنه من الذي تضرر من كورونا ومن الذي يعني الفئات الأكثر خلينا نحكي يعني تلقيا للصدمة إذا عملنا دراسة مسحية على هذا المستوى نجد أن المهمشين والفقراء واللاجئين والمهاجرين والسود والنساء هم ضحايا اللي أكثر عرضة أن يكونوا أو منقدر نسميهم ضحايا لكورونا يا دكتورة الرجل بقول لك بدفع كل شيء بالدنيا وبرجحها وانت بتقول لي للنساء النساء يعني دفعوا ضريبة مش بسيطة في كورونا يعني إذا قلت لك أن نسبة العنف زادت على مستوى العالم وعننا حتى في الأردن 30% فهذا رقم يتكلم يعني رقم مش بسيط أبدا وبالتالي النساء تعتبر من الفئات المهمة يعني واضح تحيز مع المرأة طيب بدنا يا جماعة إشي فرايحي يعني في ناس يتجوزوا صح في فترة كورونا كيلنا عن هالتجربة هاي كيف عاشتها كيف عاشتها التجربة كانت كثير صعبة لأنه أنت يوم الحذر زي ما يتحكي مفروض كان عرسك خلاص عرفت أنه ما في عرس كل شيء يتأجل أنا شخص يعني ببحث عن الاستقرار دائما فالاستقرار هذا اختفى رايح الاستقرار ليش؟ لأنه مش راح نعمل عرس لأن العادات لازم تقول لك لازم نعمل عرس يعني سي من الناس أو صاد من الناس يقول لك خطيفة بتكتوخدها لأنه بدون عرس يعني طب هاي مرة يعني كانت بكتابي من شهور مثلا ففعليا أصلا هذا بروتوكول البروتوكول ما تم ولكن المجتمع نفسه مش متقبل هادا الاشي هذا سبب لأنه ضغوط نفسية مع الضغوط الاقتصادية يعني بتحكي أنا مثلا أنا صاحفي ومنتج فني مش قادر أخذ تصريح حتى أطلع أشتغل مع أنه كان بإمكاني أشتغل هاي مو مشكلة صارت أنه توقف شغلنا أعباء اقتصادية عليك صارت أعباء نفسية طيب أنت حكيت عن أعباء اقتصادية أنت ما تعتقد أنه تكاليف الفرح هذا بحد ذات وإبق اقتصادي يعني وبالتالي ربما ندخل عرف جديد أنه والله يا أخي أهلي وأهلها أهلك وأهلها وبتوفروا بدل ما هاللي بدكوا تحطوههم تكاليف فيك وتروحوا فيهم طبعا صحيح أنا ما هيتتوجه بس اقنع المجتمع هذا الحكي اقنع المجتمع هذا الحكي يعني أنت في النهاية في عوام مؤثر بعدك لغاية الآن ما خطبت لا أنا خلص اتزوجت تقريبا قبل أسبوعين ألف ألف الله يباري فيه في النهاية لا اتطرنا نكسر اللي مش عاهد به خلص طيب وعزمت كل الناس لا ما عزمت حدا طبعا لا هي عملناها فقط لعائلتين وتصورنا وروحنا ألف ألف مبروك عروستك معك أهي عروستين عقب أولا ألف مبروك الله يباري فيه كيف تقبلتي فكرة فرح بدون جمهور هلأ بالبداية كان موضوع كتير صعب وحجم الضغط اللي كنا حاسين فيه يعني أبدا مو بسيط لأنه قبل العرس زي ما حكي عبد الله تماما يعني ليلة العرس كان إنه خلص ما فيه إشي كل الدنيا وقفت فضلينا فترة كتير ملبكين كتير مش عارفين شو لازم نتصرف شو بدنا نعمل فبعد فترة خلص قررنا إنه لازم نجتاز هذا الخطوة ويعني زي ما بنحكي منزيح هذا الحمل عننا وهذا الضغط بحيث إنه نعمل عرس عائلي وخلص نبدأ حياتنا نبدأ استقرارنا ونشوف شو رح يصير لبعض الكورونا عديتوا المرحلة بدون أي ضغوط طيب لو بدك تؤجي نصيحة لللي عاشوا هذا الظرف وهم كثر بالمناسبة شو بتحكي لهم أنا بالنسبة لي عن تجربة الشخصية أهم إشي إنه الواحد يدور على راحته وين هي ينسى الناس ينسى المجتمع ينسى أهله شو ممكن يحكوا أصحابه ويدور على راحته أنا لقيت راحتي إنه خلص أهم إشي بالنسبة لي أهلي خلص عملنا الحفلة المرضية للطرفين إحنا كنا مرتاحين وخلصنا من هاي المرحلة وزي ما قلت لك بلشنا حياة الاستقرار إذن هاي إيجابية أنت بتعتقدي بالآخر كانت إيجابية بالآخر كانت سلبية لازم ننتظر فترة ربما إحنا صراحة ما استعجلنا خوفا من إنه نندم لبعدين إحنا قلنا ممكن نصبر فترة قصيرة بحيث إنه ممكن الدنيا شوي ترجع تفتح شوي الوضع يروع بس صبرنا ما يقارب شهر ونص بعدين إنه دنيا عم تزداد تسكير عم ازداد الحضر ما في تجوال ما في طلعة ما في نزلة ما في تجمعات فاخدنا على الخطوة وخلصنا منوضوع ألف ألف مبروك أنا الصيدة لاني سعيد الدواري كانت عندي طفلة عمرها ثلاث سنوات ونص بدأت عندها حرارة ترتفع ثلاث أو أربع أيام ضلت الحرارة عليها طبعا قاعدت تقريبا في المشتشفى حوالي ثلاثة عشر يوم بدون أي تحسن والحرارة تصل تسعة وثلاثين تسعة وثلاثين ونص عملنا اللي هي خزعة البونمرو خزعة في مستشفى الحسين السلطان وثبت عند البنت المرض الآن العلاج مكلف جدا يعني ممكن فوق المية ألف أو مية وخمسين ألف دينار كان لازم يكون يعني الحل أو موجودة الفلوس أو إعفاء طبي إعفاء من الدوان ما كثت طبعا البنت في المستشفى المستشفى التخصصة حوالي طلعت عشر يوم أو أربع عشر يوم لما قدرنا نعمل الإعفاء بنفس اليوم اللي طلعت فيه البنت من المستشفى خلال ثلاث ساعات دخلت في حالة اسمها سبتكشوك ورجعت فيها على المستشفى اللي كانت فيها ومن يعني من هداك اليوم دخلت على التيوب وعلى الفنتليتر ظلت أربع وعشرين يوم لحد يعني هذا طبعا من ثاني يوم الحضر لحد بالتاريخ تسعة خمسة يعني ربنا أخذوا تحت حول كيف عشت يعني مرة ثلاث سنوات حقيقة مرة ثلاث سنوات ونص كيف عشت الظروف هاي كيف خرجت من هذه الأزمة يعني الظروف كأنه بصراحة يعني اللي هدى على البني آدم بصراحة الصلاة والدعاء هلأ أنا كان عندي مشكلة بسيطة أنه أنا أبناء قطع غزة ويعني معي جواز أردن سفر مؤقت سنتين هي من إحدى الأسباب اللي كانت تأخر كل شيء سواء العلاج لكن طبعا أثرت أثرت بشكل كبير يعني اللي هي يعني جلطة دماغية عابرة بس الضغطات اللي كانت والصدمات النفسية اللي اتعرضت لها خلال الخمسين يوم يعني كويس أن نقلق فوق يعني جمعاتي طبعا شكرا شكرا عظم الله أجركم دكتور أيمن المحفزات التي يعني قلق توتر هاي جميعا محفزات الجسم كيف يتعامل معها كيف يستقبلها كيف تتخول إلى جلطة أنا هو القصة اللي حكاها القصة المؤسفة اللي حكاها الدكتور الصيدلاني هي واحدة من المحفزات للجلطة المعروفة في دراساتنا الأردنية وعلى مستوى العالم موته عزيز موت شخص عزيز ممكن عند الاستعداد يعمل جلطة قلبية عند الدكتور عمل جلطة دماغية عابرة والحمد لله فحنا عندنا حالات نفس القصة إما موت عزيز أو موت عزيز وما عارف يروح على الجنازل لأنه كان صعب التنقل لأنه ما يقدر يحضر جنازة ابن عمه أو جده اللي بعيد عنه فأصيب بالجلطة فاللي صار معه نفس الإشي يعني صار ضعف في التروية الدماغية لكن الحمد لله كانت فترة قصيرة كيف حادث اجتماعي بالأخير يخلينا نروح على مستشفى وعنده جلطة ويعملوا لي قصطرة ويحطوا دعامي في الشريان الحالة النفسية بتعمل إشي بيسموه زيادة في الأدرينالين اللي في الدم الأدرينالين هو هرمون الكر والفر يعني أنا بحكي معكم لو كنت متوتر بزيد الأدرينالين واحد بحضر لمحاضرة واحد بنعرض عليه موقف مزعج كورونا خوف إلى آخره الأدرينالين برفع بستوا في الدم بعمل على رفع الضغط ورفع النبض فهذا بصير اندفاع الدم بالشريان التاجية أو السباتية في القلب أو في الرقبة بصير مستوى عالي جدا وهذا قادر على الاندفاع القوي أنه يعمل انسلاخ في بطانة الشريان هلا اللي بطانة شريانه ممتازة وطبيعية بعد بمررها شوية ضغط شوية نبض خفقان وبتخلص لكن الإنسان اللي عنده دخان وشوية ترسبات أو ضغط أو سكري أو كوليسترول غير معالج هذا بصير انسلاخ بالشريان الجلطة حادة وجلطة شكرا دكتورة نسرين تحدث عن أمر ربما مهم الصلاة قال ذهبت إلى الصلاة الشيك الجانب الإيماني في مثل هذه الظروف كيف نتعامل محالات الحزن والفقدان في مثل هذه الظروف نوعية الحزن اللي بتظهر عن شخص فقد حدا عزيز علىه بتختلف أو بتعتمد على العوامل المعينة منها نوع العلاقة اللي بتربط الشخص بالشخص اللي انفقد يعني في فرق بين علاقة أب في ابنه أو بين علاقة شخص مثلا عن بيعتدي أو بيعنف شخص معين وفجأة المعنف توفى نوع الوفاة هل هي مفاجئة أو متوقعة الظروف اللي صارت فيها الوفاة هلا احنا بهيك حالات ما بقدر أنا أحكي لكل إنسان روح توجه للصلاة أو للروحانيات لأنه هذا بالأخير اختيار أو قرار خاص بس الدراسات أكدت أنه هاي دراسات معمولة من زمان يعني مش حديثا أكدت أنه الناس اللي الإيمان أو الريليجيس فيوز عندها أقوى من غيرها تتعامل مع حالات الاكتئاب والقلق بطريقة أفضل من غيرها الاستجابة للعلاج بتكون أسرع وأحسن يعني في جانب إيجابي من التوجه أو اللجوء للروحنيات القرآن الدعاء وإلى الأمور التانية فيه ناس بننصحهم بأمور مختلفة أنه يحاولوا يتقربوا من الناس العائلة الأصدقاء بحيث أنه الوحدة ما تكون يعني تسيطر عليهم فيه ناس بيحتاجوا أمور يعني أكتر من هيك يعني ما بيكفي الدعاء والناس فهم يحتاج العلاج النفسي سواء كان عن طريق الدواء أو عن طريق العلاج السلوكي شكرا شكرا دكتورة وليد يسين ناشط في حقوق المعلمين في القطاع الخاص ومؤسسين صفحة معلمين ومعلمات القطاع الخاص من خلال متبعتنا للأحداث التي صارت في آخر فترة وهي أهم كانت اقتطاع رواتب على المعلمين واستفزاز أو عفوا يعني استغلال أصحاب العمل في اقتطاع هذه الرواتب على المعلمين أدت إلى جائحة اقتصادية على المعلم بشكل كبير جدا لأنه 30% كانت الحد الأدنى وكان عليه اقتطاعات 40% لا يقل على قرض سكني إلى آخر فصفة من راتب لا يزيد عن 10% فهذا أدى إلى توتر شديد عنده التوتر انتقل إلى قلون عصبي القلون العصبي زي ما بير فودكاترا أنه بيأدي إلى أراضي مشابهة في بعض الأحيان في الضغط على جهة اليسار على جهة القلب وراجعوا فيها المستشفيات أنت هنا تتحدث عن حالات حالات من خلال المتابعة تبعتنا مع المعلمين من خلال الصفحة تبعتنا طبعا كانت بشكل سري جدا هذه أحد الحالات التي طرقنا إلها فهذا الحال أنه راجع المستشفى فيها وجد أنه يعاني من توتر شديد التوتر هذا صار كل يوم أنه يشعر بنفس الأعراض يحاول يرجع إلى المستشفى فيجد عنده نفس الأعراض التي هي شبيهة بالجلطات أو الجلطات الصدرية أو الصدمات الصدرية فرجع على البيت صار فيه عزلي عن أهله عن وضعه الاجتماعي في اتصاره مع الآخرين صار يعيش دائما منفرد خوفا من أنه يواجه أي توتر أكثر وما يعاني منه نهائيا فبذلك وجدنا أنه المعلم نتيجة الظروف الاقتصادية التي يعاني فيها أنه أصبح تؤثر على نفسيته على حالته الاجتماعي وعلى حالته الصحية جدا كيف تقرأ المشهد في مستقبل هذه الفئة من المجتمع هذه الفئة سنواجه المشكلة فيها فيما بعد واحد سبعة لأنه لغاية الآن بعض المعلمين نزل إلىهم رواتب الآن في ثلاثين ستة انتهاء معظم المعلمين انتهت أعقودهم العملية مع أصحاب العمل تبعهم في المدارس لذلك سنرى هذه المشاكل النفسية والاجتماعية والطبية بعد واحد سبعة ستتفاقم والدكتور سيلاحظ بنفسه والدكتورة في حال النفسية أكيد راح تشوف العديد منهم صاروا يجوكي من أخصائيين القلب يتحولوا إليك لأنه عامل نفسي هو أكثر من ما هو عامل طبي شكرا زكريا لبدور ناشط اجتماعي في مدينة الزرقاء أنا عندي ولد يعاني من فشل كلوي ما عندي غيره هذا الطفل كنت أعاني من مشكلة بالكورونا أعاني من مشكلة الدواء إحضار الدواء له ليه كان فيه إشي اسمه فردي وزوجي وفيه إشي اسمه محافظات لأني أنا محافظة الزرقاء حتى عمان ما بقدر أوصلها طيب الآن أنا بدي أجيب دواء لابني هذا ابني إذا يوم بوقف عن العلاج مشكلة كبيرة فيه لأنه حتى بالساعة بيأخذوا هذا فلجأت لناس يعني من أصدقائنا والله يجزيهم الخير يعني بدون ذكر أسماء ناس حتى من قناة المملكة هنا ساعدوني بإحضار الدواء لابني الشهري الله يجزيهم الخير وتمكنت أني أنا أوفر له لكن ابني الآن طفل زي باقي الأطفال بده يطلع بده يتحرك بده يلعب بده يمشي بده جرت عليه وخليته في البيت جوري عليه صار بده شيء بديل حتى يظلوا قاعد ما يتحرك فكان يستخدم الهاتف النقال بالألعاب الإلكترونية اللي عشان بس ما يطلع على الشارع أو يتعرض لأي أمراض لأنه المناعة عنده ضعيفة لأنه زارع كلا والكلي اللي زرعها أصيبت أيضا بفيروس بي كي بي كي فيروس أصيب على الكلي فصارت المناعة عنده ضعيفة ما بدي يطلع على الشارع اللجأ للألعاب الإلكترونية حتى الألعاب الإلكترونية أثرت عليه والآن على نظره وأصبح يعاني من ضعف شديد في القرنية هذا كله أثر علي أنا والآن أنا كنت أسمع عن إشي اسمه ضغط الآن أنا بعاني من ضغط حتى زوجتي في البيت أنا وياها طول حياتنا 24 سنة الحمد لله عمرنا ما اختلفنا على شيء إلا بفترة الكورونا كانت زمان يقولوا لي خذ إجازة يا ابن الحلال وقعد معنا الآن صار يقولوا لي مشان الله طلع يا زامن حتى لو أصطح المهم بس كافير مش قادر صار تتفشش بالدار والأولاد يعني عصابي بطلت ما كنت أعصب قلت دايما أضحك ما عرفت العصبية إلا بالفترة هاي شكرا سلامت لأ ابنك سلامت ودير بالك على زوجتك حالة إيجابية تفهم حالة إيجابية السلام عليكم أنا نورة صلاح مرشدة تربوية هلأ بفترة الكورونا يمكن أنا بعتقد أنها أنا من الناس اللي تأثرت فيها إيجابا من ناحية زي ما تفضلت الدكتورة ميسون أنا تأثرت فيها من ناحية أنه اشتغلت على ذاتي أكتر كان في بداية فترة الكورونا في كتير مواقع مشهورة وبتعطي كورسات طرحت الكورسات هاي فور فري والكورسات معتمدة من عدة جامعات ومن عدة أماكن فكانت بالنسبة إلي فرصة استغليتها لأنمي مهاراتي وأزيد معرفته في مجال تخصصه وفي مجال عملي أخدت أكتر من كورس أونلاين واشتغلت بصراحة على حالي على عدة مجالات كنت أمارس الهوايات اللي بحبها سواء نفس اللي كنت أساوي تقريباً النشاطات برا البيت عكستها على داخل المنزل فأنا يعني صراحة فترة الكورونا من الفترات اللي ممكن أفتئدها في حياتي لأجل إنها هي فترة أثرت علي إجاباً صدقاً كنت بحاجة إنه زي ما بنحكي إنه العالم يوقف ونحن نوقف وبس ما نخسر إشي لكن إحنا عم نكسب كنا شكراً يعني كورونا له فوائده دكتورة نسرين كيف ممكن نحقق مناعة نفسية عند المجتمع الأردني بحيث إنه نستطيع أن نتكيف أن نتعايش مع الظروف أول إشي حمد الله على السلامة لأبنك المناعة مربوطة بشكل واضح مع الحال النفسية والحال النفسية برضه في رابط بينها وبين الظروف فيه أشياء نقدر نسيطر عليها وأشياء خارج عن سيطرتنا وبالتالي الحل بصير إنه نسيطر على ردة فعلنا لهذه الظروف لما ما نقدر نغيرها نغير إحنا طريقة نظرتنا لإلها أو تكيفنا معها دكتورة ميسون قطاع واسع في التربي والتعليم في التعليم الخاص موضوع حتى في القطاع الخاص أو الحكومة الخصم 30% في ظل كورونا كيف تتحول أو شكل العلاقة ما بين الحكومة والمواطن في المستقبل شكل العلاقة ما بين الدولة والمجتمع بالضرورة هذه التغيرات الكبيرة سوف تؤسس لتغير في هذه العلاقة أما أن أتنبأ باتجاه هذه العلاقة أنا كما قلت في البداية أن تكشفت هشاشة أنظمة سياسية كانت تعتبر بالنسبة لنا عظمة أنظمة لا يشق لها غبار ومع ذلك وجدناها متأزمة دول مثل فرنسا أو أمريكا أو إيطاليا أمام هذه الأزمة وهذا حتى جديد يعني ضمن خبرات هذه الدول جديد فما بالك ضمن خبرات الأفراد فأنا أعتقد بالضرورة سوف تتغير شكرا أنا الدكتورة جنار سواقد طبعا بحكي الدكتورة بس أنا خريجة من شيء أربعة سيام خريجت كلية طب الأسنان في الجامعة الأردنية طبعا ما في داعي نحكي إذا هي صعبة ومتعبة فأكيد منكم بالآخر إحنا بنتمنى أنه نحتفل بطريقة مميزة ولكن أكيد لأن نوتا بردكاتري سنكون قادرين أن نضحي بهذا الاحتفال الأردن كانت من أهم الدول التي قدرت أنها تتحكم في هذه الجائحة العالمية التي دول عظمى لم تتحكم فيها فباسمي وباسم كل خريجي 2020 بحب أحكي لكل الوطن والعالم كله وكل الخريجين أنه بتتعوض ولو ما تعوضت أكيد سلامتنا وصحتنا وأثبتنا أن الصحة والسلام العامة هي من أهم النجاحات والإنجازات في حياتنا وشكرا شكرا وألف مبروك تصالح مع النفس تصالح مع الواقع ربما أناس خليفة ممرض قانوني في إحدى الكوادر الصحية تعاملت مع مرضى كورونا فممكن نحكي عن جانب النفسي في بداية الجائحة كيف تعاملنا معها من ناحية الخوف القلق إشي غريب أكيد يعني على العالم كان كله وإشي غريب بالذات على الكوادر الصحية علينا يعني كنا بصراحة نتفشش ممكن في بعض إحنا الكوادر الصحية كان الكوادر الصحية تخاف تروح تتعاون مع المرضى مع وجود برضو المعدات السلام العامة أو المعدات الحماية الشخصية ولكن بعدها يعني خف التوتر خف الخوف برضو يمكن أنا كمان أني أثرت الخوف أزاد الخوف التوتر برضو بسبب أنه أنا حاليا بدرس دكتوراه فخوف أنه بمرحة الرسالة التوتر برضو هذا زاد التوتر عندي شكرا لك شكرا دكتور أيمن الدراسة التي قمتم بها كيف نستطيع أن نحول هذه الدراسة أن تصبح فرصة للتوعية للمجتمع المدخن هو عرض للجلطات بشكل مفاجئ الشغل الثاني المهم اكتشاف أو التقاط الرسائل من الناس الإكبار بالعمر مبكرا نحن لسا الكورونا مزبوط راح تعنى لكن الضغوط الاجتماعية والاقتصادية راح تضل معنا لأشهر أي واحد بحكي لنا أنه أنا شوي عندي درجة من الضيق درجة من الانهاك مش عارف بنام ما نستهين في هاي العالمات لأنه لا نزال بنشوف جلطات راح تيجي كل يوم فالقصة ما انتهت قد تكون الكورونا خفت معنا والحمد لله لكن تبعاتها لا تزال موجودة فالرسالة المهمة التقت أي رسالة من خوف من أرق مبكرا قبل ما توصل لمرحلة متقدمة شكرا لك دكتور دكتورا نسرين باختصار الدكتور يتحدث أن الوباء لم ينتهي بعد ربما ندخل في موجة جديدة من الوباء الآن الخيط الفاصل ما بين الخوف والمسؤولية في زمن كورونا الثاني اللي حاسحه الخوف مسيطر عليه الخوف عم بيأثر على جوانب عديدة من حياته العمل الزواج الحياة الاجتماعية ما يتردد يشوف طبيب نفسي يشوف معالج نفسي ممكن الأمور تنحل بكم جلسة سلوكية فإذا الوعي كان أكتر عن الصحة النفسية عن توفر العلاجات والسهولة اللي ممكن تصيق الشفاء يحصل فيها فأتوقع الخوف رح يقل كتير شكرا دكتورة ميسون لعتوم أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأردنية الدكتورة نسرين الدباس أخصائية الطب النفسي والإدمان شكرا جزيلا لك الدكتور أيمن حمود باحث الرئيس في مجموعة أطباء القلب الأردنية للأبحاث والدراسات شكرا جزيلا لك وشكرا لكم جمهور وضيوف برنامج جلسة علنية شكرا جزيلا لكم وإلى اللقاء في الأسبوع القادم اشتركوا في القناة